مع استمرار انهياره يدخل الاقتصاد الإيراني منعطفاً خطيراً بالتزامن مع تجديد العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران وتفشي وباء كورونا في البلاد وأسرار النظام على مواصلة الدعم الخارجي للميليشيات في المنطقة فبحسب تقرير لإذاعة NPR الأمريكية فأن جميع تلك العوامل تدفع الاقتصاد الإيراني إلى حافة الهاوية مرجحاً انهياره بشكل تام في ظل تعنط النظام دون إيجاد حلول حقيقية وبالتزامن مع انخفاض أسعار النفط تتعمق معالات المواطنين الإيرانيين مع تداعيات جائحة كورونا التي بدورها تسببت بخسارة أكثر من مليون وظيفة مؤقتة وسط توقعات البنك الدولي بارتفاع نسبة التضخم إلى نحو 35% خلال هذا العام وفي الوقت الذي تنفق فيه إيران مليارات الدولارات في تمويل وكلائها في المنطقة جاءت الاعترافات بالانهيار الداخلي سريعة من أعلى هرم السلطة وعلى لسان الرئيس حسن روحاني الذي قال إن وباء كورونا ضر بشكل خطير باقتصاد بلاده مشددا على ضرورة اتباع توصيات المرشد الإيراني علي خامنئي لغرض ما سماه امتصاص الأزمة أما توصيات خامنئي نفسه فكانت مثيرة للريبة وتدل على العجز التام أمام الوضع الجديد بعد دعواته لبلاء التخطيط الاقتصادي في البلاد دون انتظار رفع العقوبات لمدة عشر سنوات لكن السؤال كيف ذلك ومن الخاسر الحقيقي معطيات تشير جميعها إلى أن كافة الحلول على طولة النظام تبدو غائبة وهو الأمر الذي يغذي الشارع الإيراني بمزيد من الغضب في ظل شلل اقتصادي داخلي وجائحة تفتك بالآلاف